موسيقى المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل أحمد البلوشي منذ تأسيس المنظومة الخليجية والملف الاقتصادي يعد الأهم والأبرز فدول الخليج العربي تملك مكانات اقتصادية هائلة وهي قادرة على أن تبني عليها تكتلا مترابطا ومؤثرا إذ يقدر ناتج الإجمالي بحوالي 1.34 تريليون دولار متقدمة عن الاقتصادين الكوري والاسترالي ومقاربة لكندا وروسيا فيتملك مخزونات النفط والغاز وتوفر الكثير من الفرص الاستثمارية النوعية بفضل استقرارها وبالإضافة إلى حجم الانفاق الهائل وبإمكانها أن تصبح أقوى أن تحقيق أهداف التعاون الاقتصادي بالكامل وتتلخص أبرز أهداف التعاون الاقتصادي بين دول المجلس في العمل على إزالة الحواجز الجمركية بين دول الأعضاء فيما يخص بالمنتجات وإعفائها من الرسوم الجمركية والعمل على تنسيق سياسات الاستراد والتصدير وخلق قوة تفاوضية جماعية في التبادل الخارجي وقد حقق تطبيق اتفاقية الاتحاد الجمركي الكثير من الفوائل فقبل توقيعها كان متوسط حجم التجارة البينية بين دول المجلس سنويا نحو 12.5 مليار دولار وارتفع إلى أكثر من 58 مليار دولار سنويا عام 2012 لتبلغ الآن على ما يزيد على 90 مليار دولار أمريكي ومن الأهداف الرئيسية للتعاون التجاري أيضا إصدار العملة الخليجية الموحدة حيث ستفرض اتباط دول المجلس فعليا بسياسة نقدية واحدة وسعر صرف موحد ومن المتوقع أن يتحقق من خلاله الاستقرار النقدي والمالي بالإضافة إلى خفض تكاليف التجارة البينية ورفع مستوى التنافسية مما ينعكس مباشرة على معدلات النمو الاقتصادي وفي تصريح للأمير محمد بن سلمان قال بأن الفرصة وعيدة للاقتصاد الخليجي لتكون سادسة أقوى الاقتصادية على مستوى العالم عام 2030 ويشكل الاتحاد النقدي اللبنة الأخيرة في مشروع التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وستسمح لها بأن تكون لاعبا أكبر في خريطة الاقتصاد العالمي ترجمة نانسي قنقر وللحديث أكثر عن التبعات الإيجابية للتعاون الخليجي في المجال الاقتصادي نستضيف معنا في الستوديو الدكتور محمد الحسني المحلل الاقتصادي وعضو مجلس إدارة جمعية المقاولين البحرينية مرحبا بك دكتور مرحبا أهلا وسهلا وشكرا للتنفذون البحرين على هذه الاستضافة الكريمة ونتمنى أن نقدم شيء في هذه الحلقة في البداية دكتور نتحدث عن أهمية التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية المختلفة التي يمر بها العالم بسم الله الرحمن الرحيم بداية يعول شعوب دول الخليج على قمة الخليجية بمملكة البحرين الـ 37 الكثير من الطموحات والأمال وكل دائما يترقب هذه القمة عندون سواها من القمم لما فيها من قرارات نتمنى أن تحقق الطموح وتحقق أمال الشعوب الخليجية بالنسبة لأهمية التعاون الاقتصادي فلا يخف على الجميع بأن دول الخليج هي عبارة عن مجموعة دول وهي بمثابة دولات بالنسبة إلى العالم وحتى يحقق الدول الخليج التنافس الاقتصادي مع دول العالم لا بد أن يشكل تكتلات وهذه التكتلات تكون ذات كيان قوي ومرصوص فنحن اليوم ولله الحمد يعني دول الخليج تمتلك من الثروات ما تؤهلها بأن هي تنافس الدول المتقدمة من الدول العالم ولكن إذا تحقق لهذا الاتحاد فأنه حقيقة يعني رح يحقق الطموح الأكبر ورح يكون يعني تكتل منافس بالنسبة إلى الدول المتقدمة وهذا ما نتطلع إليه فالتعاون يعني اليوم شيء ضروري بالنسبة لدول الخليج في المجال الاقتصادي حيث أن المجال الاقتصادي يعد هو المجال الأهم والأبرز بالنسبة إلى التنمية البشري والتنمية البنية التحتية والتنمية الدول الخليجي بشكل عام نعم دكتور لنقف عند التعاون والطموح كما ذكرت قبل قليل برأيك كيف يمكن لدول الخليج أن ترفع من مستوى هذا التعاون التجاري لكي تصل إلى الغاية التي يطمح إليها الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي لتصل دول الخليج إلى المرتبة السادسة عالميا دول الخليج للأمانة انتقلت إلى مراحل متقدمة في هذا البند واليوم أوشكنا على أن نحن نحقق شيء من التكامل ونتمنى أن يتحقق بقرارات القمة القادمة إن شاء الله أعتقد من وجهة نظرية يبدل أن يكون هناك فتح أفاق الشراكة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص بأقصى درجات الفعالية فهذه موجودة ولكنها ما زالت تحتاج إلى أن تكون ذات فعالية أكبر نحتاج إلى دعم المؤسسات حقيقة أعتقد دعم المؤسسات الصقيرة والمتوسطة وهي التي تقوم عليها اقتصاد أقلب الدول العالم فلابد أن يكون هناك توجه ويبجى أن يكون هناك قرارات لا بد أن يكون هناك دراسات لتحقق هذه أو تدعم هذه التوجهات ما هو مرجو من القمة القادمة بالنسبة إلى تحقيق التعاون التجاري في أننا ننتقل من مرحلة التنظير إلى تفعيل هذه القرارات حقيقة الدول المدلس التعاون أبرزت الكثير من القرارات في قمامها السابقة وهناك إنجازات لا نخفي بأن هناك إنجازات ولكنها لا تحقق الطموح وطموحنا يتحقق إن شاء الله باتحادنا مع بعض في هذه القمة طيب دكتور نتحدث الآن عن فرص استثمار متاحة الاستثمار في دول الخليج بات ملاذ أساسي للعديد من الدول والتجار حول العالم ما هي المقاومات التي تتمتع بها دول الخليج التي تؤهلها فعلا لاستقطاب رؤوس الأموال أول شيء أعتقد بأن استغرار أنظمة دول الخليج لها الدول الأبرز فاستغرار النظام واستغرار الأمن يمكن هذه الدول من أن تكون هناك تنمية مستدامة في الخطاط المستقبلية فيمكن هذا التوجه أو هذا الأنظمة الموجودة كما أن الرؤية التي تمتاز فيها قارة دول الخليج ورؤيتهم وتطلحهم النظرة المستقبلية إلى دول الخليج وشعوبها هو ما يطمئن اليوم الشعوب المنطقة بأن نحن ماشيين في خط إلى الأمام وإلى أن نحن ننافس الدول المتقدمة في المجال الاقتصادي نعم دكتور تكلمت عن التطلعات الاقتصاديين كونك محلل اقتصادي وخبير في هذا المجال ما هو أيضا التطلعات الاقتصاديين التطلعات الأخرى لتعزيز التعاون التجاري في دول الخليج العربية حقيقة نتطلع إلى تحقيق المواطن الاقتصادية اليوم عندما نتكلم عن لحمة خليجية أيضا نتكلم عن مواطنة اقتصادية لدول الاتحاد الخليجي فنحن بحاجة إلى أن نشهد قرارات حقيقية داعمة نتطلع إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التجارية تنمية الاستثمارات ومعالجة المعوقات والصعوبات الدول الخليج اليوم والقطاع التجاري فيها والقطاع الاقتصادي يتطلع إلى هذه القمة بأنها تكون مفترق طريق بالنسبة لهم إلى أن نرتقي بمصاف الدول المتقدمة نعم المحلل الاقتصادي وعضو مجلس إدارة جمعية المقاولين البحرينية الدكتور محمد الحسني نشكرك على الحضور وشكرا جزيلا لك وشكرا موصول لكم وشكرا شكرا شكرا